في البطولات الكبرى تعود الاهلي دايما على مواجهة الكبار البايرن الريال ومن الوارد جدا يكون في مواجهة منتظرة بين الاهلي والسيتي بطل اوروبا واحد من نجوم السيتي السابقين نجمه طبعا السابق في حراس المرمى توني كوتن هو ضفنا ومدرب حراس مرمى منشستر يونايتد ايضا السابق وضفنا النهاردة في السادسة بداية طبعا أهلا وسهلا بك في السادسة بشكرك طبعا على مشاركتك وظهورك معنا على شاشة النادي الاهلي شكرا جزيلا بلغ سروري لتواجدي معكم هو واحد بالتأكيد من أفضل مواسم السيتي قيادة أو تحت قيادة بيب جورديولا استطاع السيتي ان هو يحقق بطولة الشامبيونز ليج ويحقق بطولة البريمير ليج لأول مرة في تاريخه ازاي شفت الانجاز ده وازاي ايضا بتشوف مشاركته لأول مرة في بطولة كاس العالم للعندية اللي هتصدفها السعودية لا أعتقد أنه ليس واحدة من أفضل مواسمه وإنما هو أفضل موسم على الإطلاق لبيب جورديولا في تاريخه حينما كنت في جهاز الفني لمنشستر انايتد وقد فعلنا ذلك فأنا مررت بنفس الشعور أن تفوز بأي بطولة في انجلترا أن تفوز بأي بطولة في انجلترا خصوصا الدوري هو أفضل موسم لك أعتقد أن ما قدمه ببيب جورديولا هو موسما استثنائيا وخصوصا كما قلت أنا شعرت بذلك أشعر بما يشعر به باب الآن أعتقد أن فرقة منشستر سيتي الآن الجميع يلاحظ التفوق والهيمنة على الكورة الإنجليزية في الوقت الحالي هل تتوقع أنه ده يستمر في مشاركة أولى للسيتي في بطولة كاس العالم للعندية وخصوصا طبعا في زل مشاركة قوية من الأندية السعودية صحبة الأرض وصحبة الجمهور واللي عملت الحقيقة وخصوصا اتحاد جدا لعمل مركاته قوي جدا واستطاع أنه يجيب نجوم كبار من الدوري الإنجليزي من الدوري الأسباني زي كريم من زيمة زي نجولي كانتي في وجود الأهلي المصري صاحب أكبر عدد من المباريات في مشاركة في بطولة كاس العالم وأيضا بالإضافة لبطل كوبا لبرتادورس هل بتشوف أنه اللقب أقرب للمان سيتي ولا هيجد مقاومة في البطولة؟ لا أعتقد أنها ستكون ما أراها الآن وما أقرأه بين السطور أستطيع أن أقول أن الآن الكرة السعودية والمنافسة في الأندية السعودية ستكون في أعلى مستوياتها فبالطبع ستكون منافسة قوية لمنشستر سيتي في كاس العالم سيكون أمرا صعبا على منشستر سيتي المان سيتي لن يستطيع أن يفوز بالبطولة بسهولة كما تفعل الأندية الأوروبية في العموم فالأنديية السعودية الآن وخصوصا اتحاد جدا لديهم أفضل لعبين في العالم الآن سنرى بطولة مميزة بطولة مثيرة للاهتمام خصوصا بتوجه الأنظار للدور السعودي في الوقت الحالي نظرا للميركاتو الحالي يمكن تكون جماهير السيتي الآن شوية وكلمك بذات على جماهير السيتي اللي بتحب الكرة اللي بيقدمها منشستر سيتي تحت قيادة باب جورديولا شايف أنه رحيل اتنين من أهم اللاعبين وأهم من مفاتيح اللعب في سيتي في الموسم الأخير واحد لإسبانيا بشلنا تحديدا والكلام طبعا على النجم الألماني جوندوجان ورحيل أيضا رياض محرز لصفوف أهلي جدة إزاي بتشوف ده ممكن يأثر على فريق زي منشستر سيتي وخصوصا مع عدم الحديث على فكرة صفقات من الممكن أنها تعوض نجمين بالحجم وبالتأثير تأثير جوندوجان ومحرز مع منشستر سيتي أنا متأكد أن جورديولا وفريق العمل معه خصوصا فريق الانتقالات سيكون قادرا على قلب الصفقات المناسبة للفريق لدينا شهر أنا متأكد وواثق أنهم سيختارون اللاعبين المناسبين لطريقة لعب جورديولا أعتقد أنهم يعرفون ما يريدون جيدا ويعرفون احتياجات منشستر سيتي وأعتقد أن منشستر سيتي سيكون منافسا والمرشح الأول للفوز بالبطولة في الموسم القادم هل فكرة وجود بيب جورديولا في حد ذاتها هي دافع ثقة الجمهور في اختياراته يعني إحنا لاحظنا مش بس الموسم ده الموسم حتى السابقة أنه سيتي بيقادر على الاستغناء على أسماء وهي في قمة عطاقها وهي في أوج تقلقها شفنا ده بيحصل مع اليرويساني شفنا ده بيحصل مع رحيم سترلينج شفنا ده بيحصل عجواء وكانسيلو شفنا ده بيحصل مع زينشانكو والسنادي مع رياض محرز ومع جندجان هل ده بالنسبة للجمهور عندكم في منشستر مع جمهور السيتي أو السيتزنز شيء عادي شيء مقبول مئة بالمئة نعم نعم مصدر ثقة جمهور منشستر سيتي هو بيب غورديولا أعتقد أن الجمهور لا تستطيع أن تتوقف آلاف الجمهور في منشستر يثقون في بيب غورديولا ويقفون وراءه الجميع الجميع وراء بيب غورديولا ويدعم بيب غورديولا هو لا يدع أفضل اللاعبين يخرجون من النادي وإنما هو يصنع اللاعبين الجيدين هو من يقوم بهذا العمل كل عام لمنشستر سيتي هو من يطور اللاعبين نعم لن يكون أمرا سهلا وخصوصا بالمنافسة مع برشلونة وبيرن ميونيخ ولكن هذا أيضا حدث مع منشستر سيتي من قبل وقد استطاع أن يعود أستطيع أن أقول أن بيب غورديولا فعل ذلك من قبل وأستطيع أن يفعل ذلك مرة أخرى حسب معلوماتي بيستر كوتون أنك أنت دربت فيه دربت حراس مار مفاري منشستر ريناتت في فترة الأسطورة طبعا في كتير من الأراءة بتشوف أنه النجاح أو القصة والحكاية اللي قدمها أليكس فيركسن مع منشستر يونيتد أنه بيب غورديولا هو الوحيد القادر على تكرار نفس قصة النجاح دي ولكن مع الستي إزاي بتشوف ده وإيه الفارق من وجهة نظرك بين أليكس فيركسن إذا حطينا الاسمين في مقارنة وبعض بين أليكس فيركسن وبين بيب غورديولا حسنا أستطيع أن أقول أني على جانب السير أليكس فيركسن إلى آخر العمر أنا دربت معه وأعرف جيدا أنه الأفضل السير أليكس فيركسن بالنظر لما فعله أستطيع أن أقول أنه بنى فريقا من العدم يستطيع أن يفعل ذلك نعم كما يفعل بيب ولكن ولكن بيب لا زال في الطريق ليحقق ما حقق أسير أليكس فيركسن هو الآن يسير بخطة ثابتة نعم أستطيع أن أقول أنه يعمل بقاعدة ثابتة ويعمل بخطوات جيدة ولكن الأفضل هو أليكس فيركسن ما حققه لمنشستر رينايتد إعجازي بكل المقاييس إذا استطاع جورديولا أن يسير على نفس الخطة فأستطيع أن أقول أنه أنه سأستطيع أن يحقق نفس الإنجاز العديد من الأندية حاولت ولكن الأمر لم يكن بتلك السهولة من نظرتك على الميركاتو على حجم ونوعية الصفقات التي أبرمتها الأندية الإنجليزية في موسم الانتقالات الصيفية هل بتشوف أنه ممكن يأثر على شكل منافسة في بطولة بريمير ليك في النسخة اللي جاية النسخة المقبلة لا لا أستطيع أن أقول أن هناك لعبين مستوى العالمي أتوا أيضا للدور الإنجليزي فأستطيع أن أقول أنك تشاهد الآن العديد من الأسماء الكبيرة في الدور الإنجليزي في مختلف الأندية ويوجد العديد من التحديات الخاصة بالأندية الأوروبية عموما نستطيع أن نستخدم العديد من اللاعبين من جميع أنحاء العالم كل الأندية تدعم تدعم فرقها الآن لا لا أستطيع أن أقول أن الدولي ستأثر ولكن السؤال هل تتوقع أن يكون فيه منافسة حقيقة أو أنه فيه فريق أرسنال الذي ظهر مع أرتتا المسلم الأخير بشكل أكتر من رائع اليونيتد اللي كان في يوم الأيام هو المتصدر المشهد مش بس على مستوى إنجلترا لكن على مستوى أوروبا نيو كاسل اللي ظهر بنسخة رائعة تشيلسي اللي قد يعود ليفر بول اللي كان قريب جدا بطل شامبينز ليج وبطل بريمير ليج هل تتوقع أن شكل المنافسة على البطولة في حد زيته يختلف ولا إنه الستي يغرد مفردا لا أعتقد أن في هذه اللحظة أستطيع أن أقول أن مانشستر رونيتد استطاع أن يعود بشكل قوي في الفترة التحضيرية هو دعم فريقه عن العام الماضي وخصوصا أيضا فريق نيو كاسل أنهوا الموصل الماضي بشكل جيد لديه فريق قوي جدا ليفر بول أيضا وشيلسي قاموا بالعديد من التدعمات القوية فأستطيع أنهم قريبين من المنافسة مع مانشستر سيتي المنافسة ستكون أقوى والمراكز ستكون متقاربة إلى حد ما في الموسم القادم رأيك في صفقة أونانا حرص المرمى الدولي الكاميروني وانتقاله من الانترنسونال لمنشستر يونيتد وهل تتوقع أنها تكون تجربة نكحة خالفا طبعا لأساطير حرص المرمى في المان يونيتد أتمنى ذلك دفعنا الكثير من الأموال في أندري أونانا خصوصا أن المدير الفني إيريك تنهاج يعرف جيدا ما يفعل ويعرفه جيدا منذ أيام آيكس أومستردام فياثق في اللاعب بشكل جيد لديه شخصية لازمة لقيادة فريق منشستر يونيتد نعم أنا واثق في ذلك وأنا أثق في أندري أونانا أنه سأحقق نجاحا مذهلا مع منشستر يونيتد ولأعوام عديدة بعد ذلك ظهر بشكل مميز جدا مع الإنتر في الموسم الأخير وصل مع لنهاية شامبيونز ليج والحقيقة أونانا اسم جديد بيضاف لحراس المرمى المحترشين في إنجلترا وهنا سؤال أغلب الفرقة الكبيرة في البطولة الإنجليزية أو البطولات الإنجليزية بتعتمد على حراس مرمى أجانب عندنا أدرسن عندنا أليسين بيكر عندنا هيجو لوريس عندنا أونانا في اليونيتد ومن قبله ديفيد ديخية والقائمة تطول هل تعتقد أنه مركز حراس المرمى بالنسبة لإنجلترا أو حراس المرمى الإنجليز أصبح صداع يجب التعامل معه بشكل مختلف هل في مشكلة على مستوى مركز حراس المرمى في الكرة الإنجليزية أعتقد أن هذه معضلة نمر بها كل عقد من الزمان أستطيع أن أقول أن الدور الإنجليزي هو قبلة اللاعبين العالميين ولهذا السبب لا نستطيع أن نحافظ على ثبات الحارس الإنجليزي لأعوام لأكثر من عام بالنسبة للمنتخب الوطني نعم لدينا حراس مميزين ولكن أستطيع أن أقول أن هذا بسبب عملية التدوير في الأندية الأندية الآن تعتمد على تعتمد على حراس عالميين من بلجيكا بفرنسا بألمانيا والبرازيل أستطيع أن أقول أن هذا أثر على حراسة المرمى الإنجليزية ولكن لدينا أيضا حراس مميزين حراس إنجليز مميزين ولكن فبالتالي أنا لست قلقا على مركز حراسة المرمى الخاص بالأندية الإنجليزية والمنتخب الإنجليزي من هو أفضل حراس مرمى في الدولة الإنجليزية في الموسم الماضي؟ من كان المفيد؟ من أفضل حراسة؟ من أفضل حراسة؟ حسنا في رأيي كان أعتقد أن ديفيد أدى بشكل جيد ولكن لسوء الحظ لم يفز بالقفاز الذهبي ولم يحافظ على الشباك النظيفة في بعض المبرايات ولكن مع هذا كان مميزا أستطيع أن أقول أيضا أن رامس ديل أيضا كان جيدا وأليسون بيكر كذلك الأمر صعبا أن تختارها حارسا معينا لأن قوة المنافسة والأداء الثابت سيكون أمرا هاما لكل الحراس وهذا كان أمرا صعبا حينما يجتمع الجمهور الكرة في مدينة منشستر لمتابعة ديربي منشستر بين يونيتد وبين السيتي تاني كوتن بيميل لتشجيع مين السيتي بما أنه كان حارس مرمى سابق ولا اليونيتد بما أنه كان مدرع بالحراس للمرمى في مرحلة يمكن تكون الأهم في تاريخ اليونيتد كله من ستاعدك؟ أعتقد أن الأمر الآن يميل لكافة منشستر يونيتد أنا كنت أعمل بالفعل في أين كان المكان الذي كنت أعمل به أنا أدعم منشستر يونيتد في كل الأحوال في هذه اللحظة أنا أعمل ككشاف لحراسة المرمى في منشستر يونيتد فأعتقد أني أستطيع أن أقول أنه لديه اللاعبين الأفضل ومعظم أهل المدينة الآن يشجعون منشستر يونيتد طالي كوتن بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لليونيتد طبعا بما أنك أنت في الوقت الحالي بتنتمي لي كل التوفيق لليونيتد في الموسم الجديد تحت قيادة تينهاج وإن كنت أعتقد أن المنافسة مع سيتي هتكون صعبة مش بس على يونيتد لكن على كل الفرق الكبيرة في إنجلترا خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل مع ضفنا ونجميلنا النهاردة كابتن عبدالله جلال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر